أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة تحلي جميع المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27 بروح المسئولية الجماعية وتنحية المصالح الوطنية الضيقة وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بكينشاسا عاصمة الكنغو ديمقراطية أعاد شكري التأكيد على التحدي الطارئ الذي يشكله تغير المناخ ما يفرض ضرورة العمل أعلى كافة الأصعدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع أثار تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأدرار النتيجة عن تغير المناخ وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات هذه الظاهرة